موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أول نرحب بسادة المشاهدين عبر قناة باتري نيوز بالنسبة للائحة البرلمانية التي يمضاها 17 نائب الاتحاد البرلمان الأوروبي تحت قيادة السيد أندريوس كابيلوس الرئيس الوزراء السابق لوتواني مع مجموعة من نواب يمثلون 14 شكيلات في الاتحاد الأوروبي في الحقيقة فهي لائحة وهم يمثلون 2% من 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 أعضاء الاتحاد الأوروبي الذي فيه 750 تقريبا وقد سلمت هذه اللائحة إلى رئيس الموفوضية الأوروبية أوسولا ونسخة ثانية سلمت للمسؤولة السياسة الخارجية الإسباني جوزيب بيغال بالنسبة لنا لا حدث يعني بالنسبة للجزائر يبقى أنه الاتهامات أو ما ورد فيه هذه اللائحة ليس له أساس من الصحة في الحقيقة الموقف الجزائري من الحرب الروسية الأوكرانية نابع من من الموقف الصامدة والثابتة للدولة الجزائرية منذ الاستقلال ومنذ الثورة بانضمام الجزائر إلى وتبنيها مودع عدم للحياس فكان موقفها هو عدم الانحياس الإيجابي وكذلك بالنسبة للجزائر فمواقفها وإن عدم امتناعها في التصويت أو حتى التصويت فالجزائر تستعمل تقنية ما يسمى بالتوضيح الموقف الانتخابي فالجزائر ليست من النوع الذي لا يفسر موقفه أو يأعطي توضيحات وتفسر وتوضح موقفها الانتخابي سواء كان امتناع أو رفض أو تأييد أو أي شي وهذا ما يسمى ما يصطلح عليه بالفوت إذن الجزائر موقفها واضح لا غبار عليه الجزائر مع الانحياز الإيجابي الجزائر مع نشر السلم والأمن الدوليين في العالم مع تطبيق موثيق الأمم المتحدة الجزائر دولة عرفها الجميع بموقفها السلمية موقفها ووساطاتها ولها باع كبير في الوساطة وحل الأزمات سواء الأفريقية أو العربية وحتى الدولية إذن الجزائر لا يمكن أن تكون إلا مع السلم والأمن العالميين وما يحدث في روسيا الجزائر ليست طرف في أوكرانيا الجزائر ليست طرف الصراع إنما الجزائر على غرار بعض الدول الأفريقية والدول كثير من الدول كانت من المتنعين وترفض التدخل هذا من جهة من جهة أخرى أريد أن أن أنوي إلى أن الجزائر تندد بسياسة كيل بمكالين فنحن نعلم أن الجزائر معروفة صوتها مع صوت الأحرار صوتها مع صوت التحرر صوتها مع صوت القضايا العادلة فالجزائر اليوم بالنسبة لنا تدافع على القضايا العادلة وتندد بالكيل بمكالين فنجد أن هناك أرض مغتصبة وشعب مقهور ومستعمرة آخر مستعمرة في إفريقيا والجميع سكت لحد الآن لم يتم حل هذه القضية في إطار المواثيق الدولية ومواثيق الأمم المتحدة بالإضافة إلى القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية هي القضية المركزية أم القضايا وتعلمون أنه دور التي لعبته الجزائر والنجاح البهر الذي عرفته الجزائر الخطوة الجبارة التي قام بها توحيد الفصائل وهذا تحت هندس السيد رئيس الجمهوري وهو مشكور على ذلك فالقضية هذه لم يتم تطرق لها ومعالجتها رغم أنه فيها هضم لحقوق الإنسان فيها أنه ترحيل تهجير أسرة نجد أطفال في الأسر نجد أسرة يحكم عليهم بقرون وليس بسنوات بقرون في السجن وهذا هضم لحقوق الإنسان لا أحد يتكلم من هنا في الجزائر تقول نحن لا نقول نحن لسنا مع الحرب إنما نحن مع السلم وكذلك نحن نطالب بعدم الكيل بميكالي هذا من جهة من جهة في الاتحاد الأوروبي فمثلا الأوروبا اليوم نجدها تعيش وتذبذبا في مواقفها حيال نفس الأزمة يعني كان الأحرى أو الحريب هذا النواب أنهم يسعوا إلى أنهم يوحدوا الموقف الأوروبي فنجد أن الأزمة الأزمة الأوكرانية لم تجد اتفاق وتوافق أوروبي كامل نقدر احترحوا الناتو في السياسة الخارجية للناتو ممكن رغب فيه تذبذب نقدر نروح للمواقف بعض الدول فنجد أن هولندا 80% من العقوبات لم تطبق رفضت تطبيقها نجد مثلا الماجر هناك موجة من الرفض التام لتطبيق العقوبات لما يخالف ويعارض مصالح الدولة دولة الماجر أيضا اسبانيا اسبانيا بعد الأزمة التي حدث مع الجزائر في الغاز فالبديل كان بديل هو الغاز الروسي وقد ضاعفت استيرادها للغاز الروسي ضاربة بعرض الحائط كل العقوبات وما اتفق عليه الأوروبيين أيضا في ألمانيا اليوم رغم أن ألمانيا طبقت العقوبات إلا أن كالنموجة الشعب شعبية رافضة لما فيها تأثيرات كل هذا أصبحت الأوروبيين غير قادرين على إعطاء استراتيجية واضحة سواء في التعامل مع القضية والتعاطي مع الأزمة الأوكرانية الروسية وأيضا التعاطي أكثر من ذلك مع التبعات تطبيق العقوبات على روسيا وربما الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس ألمانيا إلى الصين وإمضاء عقود واتفاقيات كل هذا يعطينا تذبذب في الموقف الأوروبي بالنسبة للعلاقات الجزائرية الروسية فهي علاقات ضربة في التاريخ يعني أنا ممكن نرد حتى لروسيا القيصارية وقبل استعمار الجزائر كانت موجودة قبل الاستعمار الفرنسي كانت هناك علاقات بالإضافة إلى موقف الاتحاد السوفيتي سابقا من الثورة وكان صديق وداعم قوي للثورة الجزائرية والجزائر ليست من الدول التي تنكر أصدقائها ولا تنكر الجميل هذا من جهة أيضا مع استقلال الجزائر وبداية النهضة والبناء دولة الجديدة فكانت روسيا من الدائمين وكانت فيها شركات في الميدان الصناعي الفلاحي وقد ساهمت بقسط كبير في بناء النسيج الصناعي الضخم للجزائر في السبعينات كل هذا أصبحت روسيا يعني مع الجزائر علاقات صداقة وعلاقات دبلوماسية قوية لا يشوبها أي غبار بالإضافة إلى أما بالنسبة لقضية شراء الأسلحة اليوم روسيا هي المورد الأساسي فقط هناك أربع أو خمس دول لتورد فيهم الجزائر تستورد منهم الجزائر الأسلحة والجزائر معروفة أن الجزائر دولة مسالمة والنظام الجزائري والعقيدة الجزائرية لجيش العقيدة دفاعية الجزائر ليس لديها أطمعت والسوعية ليس لديها أطمع أنها تدخل في حروب هنا وهناك معروفة في مواقفها لا تشكل أي خطر إنما من دول التي تنادي إلى حسن الجوار من الدول التي تنادي إلى عدم تدخل الشؤون الداخلية للدول من الدول التي تنادي إلى الحل الداخلي فنأخذ القضية الليبية مثلا أن الحل يجب أن يكون ليبي ليبي قضية صحراوية الجزائر تنادي أنها تكون الحل يكون بما مواثيق الأمم المتحدة والجزائر ليست طرف في السرع لما نرجع لللائحة فأنا أظن أنه تشويش على غرار ما حدث في الكونغرس الأمريكي أنه بعض النواب قدموا احتجاج على وضرورة فرض عقوبات على الجزائر لوزير خارجي الذي لم يرد وزير خارجي الأمريكي ولا أظن أن غسولة ماندرالاين سترد على هذه اللائحة بحكم أنه اليوم الجزائر عندها علاقات قوية الجزائر مع الاتحاد الأوروبي رغنا في أريحية علاقات قوية مع إيطاليا والزيارات والاتفاقيات بداية عودة العلاقات إلى مياهها المياه لمجريها مع الجمهورية الفرنسية اليوم الجزائر عقبت اتفاق الطاقة واتفاق فتح السفارات مع سلوفينيا وكانت زيارات وقام السيد رئيس مجلش الشعب الوطني بزيارة إلى سلوفينيا وهذا في قلب أوروبا الجزائر متواجدة مع أهم دول وأقوى الدول في الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة والدول الحقيقية التي تصنع السياسة وتقرر في الاتحاد الأوروبي ولا ننسى أن الجزائر تعتبر المورد الثاني للغاز لأوروبا هذا كله يعني نعطي توضيح حول ما حدث مؤخرا يبقى أن الجزائر بمواقفها مواقف ثابتة نحن مع السلم والأمن الدوليين نحن مع تطبيق موثيق الأمم المتحدة لا للحرب الجزائر مع الإنحياز الإيجابي الجزائر مع السلم في أوروبا لأنه أوروبا هي الضفة المقابلة مباشرة للجزائر السلم والحرب فيها تضرنا والسلم ينفعنا نحن مع السلم نمشي ومع السلم لن نحازل أي جهة من أي جهات يبقى العلاقات الثنائية في الجزائر دولة لها سيادة تقيم علاقتها مع من توريد ويبقى أنه هذا النواب فالمعروف عليهم أنه يسيرون من طرف اللوبيات معروفة نفس اللوبي روي ينشط اللوبي صهيوني دول مجاورة تقوم بالتشويش وتقوم بأنه تحاول أنها تحاول أنها تشويش على الدبلوماسية الجزائرية والمواقف الجزائرية حاولت هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وهنا في الاتحاد الأوروبي لا أظنه أنه يعني رح يكون 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 فيها رد رسمي من طرف السلطات من طرف الاتحاد الأوروبي يبقى هذا اللوبي ينشط والجزائر تعلم بمن يقوم بهذا النشاط وعلى بالنا ما وراءه ومن الهدف منه في الحقيقة بالنسبة لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وكما عودنا دائما وهو حريص على أنه ينفذ الالتزامات الـ 54 اللي جاء بها والحمد لله اليوم الجزائر الجديدة التي نادى بها السيد رئيس الجمهورية لم تبقى مجرد شعارات إنما انتقل إلى الميدان مباشرة فبعد الكوفيد ومعارفته الجائحة كان أول اجتماع لمجلس الحكومة بولاية خنشلا هذه الولاية العزة والتي أمثلها في البرلمان وأتشره بذلك وقد كنت من الذين عاشوا هذا الحدث التاريخي للولاية وأول مجلس حكومة يعقد خارج العاصمة خارج قصر الحكومة يعقد في ولاية خنشلا وكان لنا الشرف كان واب وكموثلي الشعب أنه احذرنا وشفنا وطلعنا على أهم ما جاء من مشاريع وميزانيات ضخمة رصدت لأجل فك العزلة على الولاية هذه الولاية المجاهدة الولاية التي قدمت ولا زالت تقدم للجزائر والتي تعتبر ما زالت ولاية واقفة رغم التهميش والفقر ورغم أنها كانت تتعيش في 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 الظل في العهدات السابقة إلا أنه الحمد لله السيد رئيس الجمهورية جاء أعطى نظرة جديدة أعطى جزائر جديدة مد دعم جديد وعطى ممكن استراتيجية بعيدة المدى لتدعيم هذه المناطق خاصة من المناطق التي تعاني عزلة وتعيش وحقيقة تهميش والفقر هذا البرنامج الذي تم إنجازه وهو في وطيرة متزيدة في الولاية في الحقيقة نشكر السلطات المحلية على رأسها السيد الولي والولي والولية خانشلا على أنه واقفين على تجسيد هذا البرنامج وإنجاحه وفق العزلة على هذه الولاية في جميع الجوان في قضية الجنب الصناعي جنب الاستثمارات القيطة الفلاحي في السيكة الحديدية في شق الطرقات اليوم خانشلا ورشة كبيرة والعمل قايم على قادم وساق ننتظر أنه الدعم أكثر نحن دائما نريد أنه الولاية تكون في رحاب الولايات الكبرى للجزائر أنها يكون عنها كما كان لها دور تاريخي ودور سياسي ودور ثوري أنها حان الوقت أن يكون لها دور اقتصادي فهي ولاية موقع استراتيجي ولاية قارة نجد الجبال ونجد الصحراء ونجد منطقة جبلية غنية بالتفاح ومقابل منطقة جنوبية غنية بالقمح والشعير والخضر والفواكه بالإضافة إلى ثروة حيوانية لتربية الأغنام والأبقار ولاية فلاحية بإمتياز نذهب إلى صحراء المامشا ثم إلى سهد السبيخة وثم سهد الرميلة ثم إلى جبال بوحمامة يابوس ومرور بجميع بلديات خنشلا كاششار وخيران بلدية محمل وببار كذلك فهذا النسق الفلاحي الكبير يجعلها من أنها تكون عندها إمكانية نفس الشيء في السياحة وخصى لها السيد رئيس الجمهورية ومشكور مرة أخرى غلاف مالي مهم لنهض بها الجنب السياحي والزراعي كل هذا إنما هو تجسيد لالتزامات السيد رئيس الجمهورية اليوم في ويلايتي سمسيلت مرة أخرى رئيس الجمهورية يؤكد على أنه الجزائر الجديدة ليست جزائر الشعارات إنما هي سلوكات وجزائر أفعال أفعال جديدة أنه اليوم الحكومة هي التي تذهب إلى المواطن الحكومة هي التي تذهب إلى المناطق الظل حتى تنيرها الحكومة هي قريبة جدا اليوم لما الوزراء كامل تحتقياد سيد وزير الأول عيمن عبد الرحمن الفاضل متواجدون في تيسمسيل يدرسون عن قرب ويعالجون المشاكل ويترحون الميزانية ويتجاوبون مع المجتمع المدني ورصد ضخم لأموال ضخمة للنهوض بهذه الولاية والتي سيعقوبها أيضا ولايات أخرى ومناطق ظل أخرى اليوم الحمد لله لما نرجع للتقييم عموما لما المجهودات الجبارة التي عرفتها الجزائر فالنجاح الخارجي والديبلوماسي هذا ما هو إلا يعكس نجاح الجبهة الداخلية فهناك عمل جبار تقوم به الحكومة ربما أنا أشكر السيد الوزير الأول سيد أيبن عبد الرحمن على التعليم لقدمها وإنشاء للولاة بأنهم يتفاعلوا مع النواب وأنهم يخدموا بجنب إلى جنب لنقل إنشغالات النواب هذا يدل على شي إنما يدل إنه هذه الجزائر الجديدة أنه الجزائر يبنيها الجميع لا تختصر إلا على الجهة السلطة التنفيذية وحدها أو على السلطة الشريعية وحدها كلنا بناء الجزائر كلنا نبنيها مع بعض الحمد لله استجابة السادة الولاد وإحنا في الولاية خنشلا السيد الولاية كان من السباقين بالعكس كنا من الأول ولكن تطبيقا لتعليم السيد الوزير الأول درنا اجتماعات وتحضير ونقشنا مشاكل الولاية ونستقنا وما زال ونفس نسمح النفسي أن نتحدث على السادة الزملاء النواب فكل الولايات والولايات الجمهورية يعني رهمشين في هذا النسق وتطبيقا لتعليم السيد الوزير الأول هذا حتى يعطي فعالية وقد وجدت استحسان شعبي كبير وجدت استحسان لدى السلطة الشريعية البرلمانيين استحسان لدى المجتمع المدني أنه الانشغالات للمواطنين ينقلها النواب وأنه المنتخبين حان الوقت أنهم يلعبوا دورهم الحقيقي بالإضافة للزمناء وإخواننا النواب المحليين يعني اليوم الجزائر رصدت أموال ضخمة للنهوض والوصول للإقلاع الاقتصادي المنشود فلما نصل إلى ميزانية ضخمة في قانون مالية يعني ميزانية كبيرة نجد أن ميزانية التي فيها تم تكفل بمنحة البطالة فيها رفع للأجور فيها أنه رفع التجميد على معظم المشاريع خاصة التي في مناطق الظل واليوم اليوم لما نرجع للمناطق الظل فنجد أن تقريب تسعين بالمئة من المناطق الظل قد تم تم تسيد مشاريعها والباقي ما زالت يعني رهي في قيد الإنجاز فنجد أنه فيها طرقات في كالعزلاء نجد فيها تزويد بالمياه بالغاز بالطاقة بالكهرباء بكل شي يعني هناك ورشة قائمة وكبيرة والحمد لله يعني العمل يعني رهو متواصل وخليت نحي القائمة السيد رئيس الجمهورية شخصيا يعني التاريخ يشهد أنه الولايات المعنية بالبرامج التكميلية يتم دراستها في مجلس الوزراء هذا دليل أنه السيد رئيس الجمهورية واقف شخصيا أنا نشهد في ولاية خنشلا أنها تم برمجتها يعني مرارا وتكرارا في مجلس الوزراء وتم اتخاذ قرارات على أعلى مستوى هذا يعني شرف والولاية والخنشلا أنه كانت هي البداية والحمد لله الخير سيعم على جميع الولايات ولأنه تم حقيقة تجسيد جزائل جديدة بسلوكيات بأفعال وبالتزامات والسيد رئيس الجمهورية كان عند وعده وعند تطبيق التزامات الـ 54 والحمد لله نحن نشهد ونرى ما يقوم به رغم أنه كين أبواق تتحدث عن هنا وهناك وعني ممكن مدفوعة أو غير مدفوعة وعن حسنية لا نعلم لكن نحن نقول أنه التنميات تحتاج إلى وقت يجب أن إعطاء الوقت الكافي كين رجال رهي تعمل كين حكومة رهي وقفة الدولة وقفة والحمد لله إنما يجب الصبر ونعطيه وقت حتى نقطف ثمار هذا التنمية وهذا الإقلاع الاقتصادي وراح تكون الجزائر بخير وأحسن خير وتحت الرؤية المتبصرة السيدة رئيس الجمهورية وشكرا وبرك الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر